شدد دكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين على أهمية حماية المواطن وكرمته وتعزيز الحس الوطني والسلم المجتمعي كونها من أولويات برنامج الحكومة المحلي وأكد محافظ صلاح الدين خلال استقباله مجموعة من الناشطين المدنيين ضرورة تفعيل الجهد الوطني والابتعاد عن تضخيم الأخطاء وبما يوفر الأرضية المناسبة لمواجهة التحديات مضحا أن تجاوز التأخير وتشخيص الخطأ ومعالجته هو لإقرار الحق وحماية مصلحة الوطن وطالب دكتور المهندس عمار جبر خليل بالمزيد من التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة وسماع صوتهم والعمل على تحقيق متطلباتهم لتحقيق عوامل الاستقرار المجتمعي الذي يصب إليه جميع ونضعه كهدف حقيقي حققناه في أغلب مناطقنا ويجب المحافظة عليه اشتركوا في القناة